مونيكا أهلا وسهلا فيك بزهرة الخليجة أول شي شرحيلي عن أقوى إلي والقراء زهرة الخليجة كتير أول شي على استطافتكم إلي فأقوى هو برنامج بيدعم المرأة العربية بريادة الأعمال أطلقنا هذا البرنامج هلأ بجانواري 2022 وبهذا البرنامج منشجع كل النساء العربيات لحتى يسجلوا فيه لأنه هو برنامج مجاني بيساعدهم على بدء مشاريعهم إذا كان عندهم أي حلم أو أي هدفهم يبدو ويطوروا من أعمالهم ليه اخترت هيدا المجال؟ ليش مساعدة السيدات أو الأنسات أو الصبايا الخارجات الجداد على إيجاد أعمال خاصة جديدة إليهم؟ لأنه كتير سيدات اللي أنا قابلتهم أو مريت أو أعدنا مع بعض بخلال هالفترة اللي كنت أنا فيها بدبي أو حتى بخارج دبي بيكون كلهم عندهم الشغف لحتى يبلشوا شي وبس ما عم بيعرفوا كيف أو ما بيعرفوا من وين هي النقطة البداية فنحنا من خلال البرنامج منساعدهم لحتى ياخدوا كل السكيلزي اللي هني محتاجين لحتى يبدو في مشروعهم وأنا أنا بيرسني أنا كتير عندي شغف لهذا الشي لحتى أساعد السيدات تقوى وتكون فينانشلي اندبندنت لأنه بهيك شي بيكون هي صار إلى مركزة إلى عالم الخاص إلى هدف بالحياة أقوى هل يعني ينظر إلى خريجة الجامعة إلى غير المتعلمة إلى صحبة الرأس المال يعني مين أكتر حدا أو فئة مستهدفة من السيدات والبنات؟ هلأ أكيد أنه تكون المرأة أنه متعلمة بس نحنا كمان منساعد حتى المرأة يعني عنا كتير سيدات بتجي مثلا أغدين للباكالوريا أو للغريد 12 بنقدر نساعدهم لحتى بيكون عندها هي مثلا هواية طبق أو هواية شي بالتجميل أو أي شي نحنا بنساعدها على أنه كيف تبني نموذج عملها step by step ومنعطيها التولز اللازمة لحتى تبدأ مشروعه حبيت أنك ذكرت هيدولي يعني الإختصاصين الطبخ والموضة يعني اللي هلا عم أشوف فعلا كتير مشاريع صغيرة بلشة مع هيدولي مع هيدول الإختصاصات هل برأيك أنه ما زال فيه إمكانية أنه ناس جديدة تدخل بهذا المجال أو في مجالات تانية بحاجة أكتر لتجارب جديدة خلينا نقول أو شركات جديدة هلا طالما المشروع هو فيه شي يونيك أو فيه شي غير عن باقي المشاريع الموجودة أنا بشجع كل حدا أنه الفكرة اللي هني بيحبوها أو الشغف اللي هني عن دنيا أنه يدخلوا فيه ما فينا نقول أنه فيه كتير من إندستري واحدة بس يلي بحب أنه دايما نشدد عليه أنه دايما أي شغلة يبدأك تعمله إنه يفكروا إنه شو أنا عم برد للمجتمع إن كانت طريقة الحكي إن كانت طريقة اللبس إن كانت أي شيء إنه شو هي الفكرة اللي أنا عم برد لها المجتمع الشابات التانية اللي هني عم بيشوفوني إنه أنا شو المثال اللي عم بعطي لمجتمعي أنا هيك بدي لو مثلا بدك تتواجهي بنصيحة للصبايا لحتى يدخلوا بهذا المشروع شو بتقلينهم؟ بقللون إنه أي حلم عندكم يا إنه شو ما كان عمركم مش بس الصبايا حتى سيدات اللي أكبر شوي أي حلم عندكم يا فينكم تحققوا ما في وقت لهذا الشي بس فوكس وكونوا أنتوا تحبوا حالكم لحتى تطوروا من حالكم أهم الشي تطور للبني أعدم وكل سنة أكدوا لحقين بأول السنة مثل هلأ قولوا إنه أنا هاي السنة شو هو الشي اللي بدي أعمله اللي بدي تطور من نفسي فيه فينا تكون رياضة فينا تكون فينه يكون على مبدأ شغل فينه يكون على مبدأ أعلي أي الشي بس إنه شو هو الشي اللي أنا بدي رده للمجتمع شو هدا الشي اللي أنا بدي غيره من نفسي لحتى أقوى لحتى يكون عندي منصبي بالمجتمع هذا الشي اللي دائما أنا بنصحه لكل السيدات أول سؤال يمكن يتبادل لزهن أي حدا يتابع هذا اللقاء أنه دي بتكلف هاي الدورات فممكن تعطينا هكي قديش تكاليف الدورة أونلاين وإذا فاس تو فاس هلا هي أونلاين مجانية كمبليتلي يعني فين كون تفوتوا أونلاين هو الموقع هو أقوى.let.dxp.com بتفوتوا أونلاين بتسجلوا فيه فيه أونلاين فيديوز بيفوتوا بيأخدوهم بيجاوبوا على أسئلة لحالوا سيستم بيساعدهم لحتى يبنوا نموذج عمل سليم يقدروا يبلشوا في أي مشروع هذا مبدئيا متى ما هني قدموا واخدوا هذا الكورس كل شي فيه إجابات بتجي لعنا ونحن بننظر على كل السبميشنز اللي بيفوتوا بقلب الكورس ومنختار أفضل ثلاث سيدات اللي هني اللي رح نركز عليهم من خلال السنة لحتى نصنع يعني سكسس منه خلال السنة لحتى يكونوا هني سيدات ناجحين بهذا المشروع إن كانوا أورادي مبلشين أو إن كان ما عندهم شي من الصفر إنه نفرجي من خلال برنامج أقوى إنه كيف بتبدأ بلفل محدد وبتقدر كمان وبتوسع أعمالك خلال البرنامج خليني يوقف عندي اللي مثلا بدون يبلشوا مش مبلشين أورادي هل لازم يكون عندهم رأس مال مادي محدد ولا ممكن يكون بدون رأس مال ولا كيف البروستيجر يعني هلأ أول شي هي الفكرة مبدئيا قبل رأس المال إنه هل هاي الفكرة سليمة اللي حتى بلش فيها هل فكرت شو هو الأشياء المعدية أو الخطة المعدية اللي أنا بديها هاي نمبر ون إيه طبعا بدو يكون في رأس مال بس أول شي دائما بنبلش برأس مال كتير قليل لأنه أي بزنز أنا دائما بنصح هي كتجربة خاصة للي ودائما أي أنتربرنير بيفوت بهيك مجال أو أي رائد عمل بيفوت بهيك مجال دائما أنا بنصح إنه بنبلش بصغير بتشوف كيف الماركت تعمل تستنج للبرودكت بقلب الماركت بنشوف نجح ولا ما نجح إذا نجح ساعة منرجع نستثمر من الأرباح الشركي أجن بقلب الشركي فمنبلش برأس مال كتير قليل مونيكا شكرا كتير مبرف شو إزا حبت وليش أخير للصبايا والسيدات الأعمال بالإمارات وبالعالم العرب تانكيو كتير إلاك أول شي على استضافتي وبس بتيذكر السيدات إنه أي حلم عندكم نياب تقدروا تحاققوا ودائما هاف the power of the mind to do that هذا أهم شي شكرا شكرا إلاك ترجمة نانسي قنقر